بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من و لا السلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في هذه الحلقة المفتوحة على مختلف الأسئلة و المقتصرة أيضا على الأسئلة الواردة إلينا سابقا عن طريقكم و في شبكاتنا و مواقعنا نحاور في هذه الأسئلة فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة تتضمن هذه الحلقة أيضا شيئا يتعلق برمضان و استقباله و ضرورة أن يكون المسلم مستعدا و متهيئا نفسيا و روحيا للدخول في هذه الفرصة الإلهية العظيمة فأهلا و مرحبا بكم في هذا اللقاء نرحب بكم فضل الشيخ حياكم الله و أهلا و سهلا بكم و أحيي الإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب آمن يا رب العالمين فيما يتهيأ و ابتهيئة النفوس لاستقبال شهر رمضان نحتاج منكم كلمة يفهم المسلم من خلالها ماذا عليه أن يفعل خاصة في هذه الظروف في هذه الجائحة التي حالت بين الناس و بين تحقيق كل المكاسب أو كل اللحظات التي تشبعون فيها روحيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهلنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم اللهم بلغنا شهر رمضان و سلمنا له و سلمه لنا و تسلمه منا متقبلا يا الله يا ذا الجلال و الإكرام و تهنئة خالصة لكل المسلمين بموسم الطاعات و شهر المغفرة شهر القرآن شهر رمضان المبارك شهر النفحات التي يفيضها المولى الكريم على عباده الصائمين نسأل الله عز و جل أن يجعلنا جميعا منهم ثم إن رمضان هو كما يعلم الجميع موسم للطاعات و أولى ما تكون فيه هذه الطاعات أن يتخلص المسلم من أدران الذنوب لأنه شهر يفتح الله عز و جل فيه من الرحمات و اللطائف و المنن و الأفضال ما لا يفتحه في غيره من المواسم فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرصة و أن يتعرض لهذه النفحات و أن يأخذ من معين هذه اللطائف الربانية ما يستطيع فيتهيأ نفسيا لذلك بأن يعظم شهر رمضان و هذا التعظيم هو ليس تعظيم المخافة و الخشية و الخوف و إنما هو تعظيم الإجلال و الهيبة و المحبة و الرغبة فيه فهو شهر له جعله الله عز و جل من محاسن هذا الدين التي أكرم بها عباده المؤمنين فتصفوا فيها نفوسهم فتصفوا فيه أي في شهر رمضان نفوسهم و تتهذب طباعهم و يتمكنون من التغلب على شهوات هذه النفس و من الأخذ بزمامها إلى جادة التقوى فهو موسم مبارك من أجل ذلك كله و العبادة التي فيه تختلف عن سائر العبادات فهو إمساك عن المفطرات فليس هو بأداء لعمل أو إقامة لفعل كما هو شأن الصلاة و الزكاة و الحج و غيرها من فرائض هذا الدين و إنما هو امتناع و إمساك و هذا الإمساك في مدة مخصوصة معلومة ليتمكن هذا المسلم الصائم إيمانا و احتسابا لربه تبارك و تعالى من الإيقان أنه قادر على أن يقود نفسه و أن يلجم شهواته و أن يغلق أبواب الوساوس و الضعف من نفسه فكيف إذا كان هو في ذات الوقت موسما للقرآن لأن الله تبارك و تعالى أنزل فيه القرآن و هو شهر القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر و ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فلأنه شهر القرآن فإنه أي أن هذا الصائم سيكون شديد الصلة بكتاب الله عز وجل أقرب إليه يتدبر آياته و يتلو كتاب الله عز وجل آناء الليل و أطراف النهار يأخذ العبرة و العضة و يقف عند المعاني و يشارك أهل بيته و يشارك إخوانه بالسبل المتاحة في حلاوة تلاوته لكتاب الله عز وجل و ما يتأمله منه من معاني و دلالات فكيف إذا كان فوق ذلك كله أيضا شهر الدعاء و الذكر فربنا تبارك و تعالى جعل رمضان فرصة ذهبية لإجابة دعوة الداعين ما على المسلم إلا أن يجتهد طلبا للمغفرة و للثواب في الآخرة و طلبا لتحقيق مقاصده المشروعة التي يبتغيها من دنياه هذه في نفسه و في ولده و ماله و أهله و أمته و وطنه فهو مناسبة مواتية للجوء إلى الله تبارك و تعالى تبتلا و ضراعا و يضاف إلى ذلك أن يجتهد المسلم في التقرب إلى الله تعالى بالنوافل من قيام الليل من أداء صلاة التراويح و من التهجد و من الإكثار من النوافل قدر ما يستطيع من تفقد إخوانه و من الصلة و الصدقة عليهم و من إيصال المعروف و البر إليهم لا سيما فيما يتعلق بشأن نفسه تهديبا لها و إصلاحا بهذه التلاوات و الأذكار و الضراعات التي يأنس فيها إلى ربه تبارك و تعالى ليزيل حظ الشيطان من نفسه و ليزيل أعباء هذه الحياة الدنيا و نكدها و كدحه فيها من نفسه فتغلو بعد ذلك حرة طريقة في فسيح عبادة الله عز وجل إذن رمضان موسم لهذا كله و لذلك ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن يأخذ منه أقصى ما يستطيع ليكون بعد ذلك زادا يبلغه التقوى و يمكنه من عبادة الله عز وجل بانشراح صدر و طمأنينة نفس في سائر العام ريثما يجدد مرة أخرى إيمانه موسما بعد موسم و الله تعالى الموافق طيب فضل الشيخ هذا السؤال تقدمت به لقان الزكاة و الصدقات تقول بأن عدد كبير من الناس و المجتمع يغصوا بهؤلاء بأهل الخير الذين يطمعون في الأقر و الثواب سيخصصون سنويا من أموالهم جزءا من أجل إفطار صائم في ظل هذه الجائحة التي حالت بين الناس و بين الوصول إلى المفطرين أو الصائمين هل يمكن لهذه الأموال التي تخصص سنويا أن تحول إلى أعمال بر أخرى كمساعدة المحتاجين و الفقراء خاصة أن المجتمع فيه عدد كبير من المسرحين نعم وهناك أسر تضررت بسبب الجائحة هذه الأموال التي أعدت للفطرة هل يمكن أن تتحول و يكون لها نفس الأجر و الثواب لهذه المسألة ثلاث صور نعم الصورة الأولى أن تكون هذه الفطرة وقفا نعم فهي من الأوقاف التي شرط الواقف فيها أن تكون تفطيرا للصائمين نعم وهذه لا سبيل إلى تغييرها لا بد من التقيد بشرط الواقف لأن شرط الواقف كشرط الشارع نعم ما أمكن إلى ذلك سبيلا نعم و هنا في هذه الحالة فإن التنفيذ يكون بإيصال هذه الفطرة إلى المستحقين لها نعم أن يقوم القائمون على هذه اللجان أو وكلاء هذه الأوقاف بإيصال فطرة الصائمين إليهم في بيوتهم نعم مع الأحتراز مع الأخذ بالاحترازات الواقية من انتشار الوباء بإذن الله عز وجل نعم وهذا لا إشكال فيه لأنه مقدور عليه و الصورة الثانية أن تكون من أموال تبرعات نعم قصد بها أن تكون تفطيرا للصائمين نعم ففي هذه الحالة هم إزاء تصرفين لهم إما أن يستأذنوا المتبرعين في أن يجعلوها في وجوه أخرى يرون أنها أكثر نفعا للمستحقين جميل فإن أذن لهم المتبرعون فذلك حسن وإن رأى المتبرعون أو جلهم أنهم يريدون ابتغاء الأجر والثواب بأن تجعل فيما تبرعوا من أجله وهو تفطير الصائمين فليكن التنفيذ بنفس الطريقة في الصورة الأولى بإيصالها لا باجتماع الناس عليها في المساجد والخيام التي كانت تعد لذلك أو الأماكن التي كانت تعد لتفطير الصائمين وإنما بإيصالها إلى المستحقين وإن طابت نفوسهم وأذنوا بأن تدفع في وجوه البر الأخرى فانتفى الإشكال وحينئذ هم في سعف أن يوجهوها إلى حيث هي أنفع وأفضل وأصلح للمحتاجين والفقراء لا سيما ممن تأثروا بهذه الجائحة في معائشهم وأما الصورة الثالثة فهي في الأموال التي لم تجمع بعد وإنما هم بصدد أي أن القائمين على هذه اللجان وعلى هؤلاء الذين يتبرعون خدمة للمجتمع بأعمال البر والخير والمعروف هم بصدد أن يقوموا بحملات للجمع في هذا الوقت أو كانوا كذلك قبل أيام على سبيل المثال فإذن لينظروا هم في أفضل ما يحتاج إليه المعوزون ومن تضرروا من جراء هذه الجائحة وليجعلوا ما يجمعونهم من أجلهم أي أن يدعو الناس إلى التبرع في هذه الوجوه نعم من نحو إغناء هؤلاء المحتاجين أو إطفاء ديونهم أو تمكينهم من حرفة جديدة يستعينون بها على عول أسرهم أو من سداد ما يتعلق بالتعليم أو باحتياجات وسائل تعليمية إلى غير ذلك مما انكشف لهم أن طائفة من المجتمع بحاجة ماسة إليه نعم و بحمد الله تعالى فإن الإخوة والأخوات القائمين على هذه الجمعيات و على هذه الأعمال تفقدوا أحوال المجتمع وتحسسوها فهم أدرى بالاحتياجات و حينئذ فالأولى أن يكون أن تكون الدعوة إلى التبرع موجهة لمواجهة هذه المطالب من أول الأمر ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا إلى فطرة صائم ثم بعد ذلك لا يعرفون كيف يتصرفون بها و لا ريب أن ما كان ملبيا لحاجات الفقراء و المساكين و كان أنفع و أدوم فهو أعظم أجرا عند الله تبارك و تعالى فوجوه البر و الإحسان كثيرة في هذا الدين لا حصر لها و لا حد و إنما ينبغي للمسلمين أن يتفقلوا أحوال إخوانهم و أن يسعوا إلى تلبيتها و إلى إغنائهم عن السؤال و التكفف و أن يحفظوا ماء وجوههم و أن يكونوا في حاجتهم فإن في ذلك من الأجر و الثواب ما لا مزيد عليه بإذن الله تعالى بما أننا تحدثنا عن هذا الموضوع و هناك مطالبات معنا في البرنامج بأن تكونوا لكم كلمة في قضية التسريح من العمل صحيح أن الدولة تداركت ذلك و الآن تحاسب الشركات على هذه الخطوات التي تقوم بتسريح موظفين و لكن هناك من فاته الدور أو فاتته الملاحظة و أصبح معوزا يريدون منكم كلمة في هذا الموضوع من أجل الالتفاة إليها نبدأ بالأسباب الداعية إلى هذا التسريح إذ يبدو جليا أن اقتناص فرصة الجائحة لتسريح طائفة من الموظفين و العاملين ما كان إلا ذريعة لأجل الخلاص منهم لما اكتنف هذه المؤسسات من سوء إدارة نعم في أوقات سابقة فإذا بهم يضحون بهؤلاء العاملين من أبناء الوطن و يسرحونهم في أسهل حل رأوه هم نعم و هذا فيه من الظلم و العدوان على هؤلاء ما لا يخفى نعم فهناك عقد بين طرفين عقد لتقديم عمل و هذه الجائحة أصابت الجميع بلا استثناء نعم نعم بعض المرافق أصابها من الضرر أشد مما أصاب مرافق أخرى نعم لكن الخروج منها لا يكون بأن يعدو القوي على الضعيف نعم و أن يستغل القوي الوضع لصالحه هو دون التفات إلى من كان في حاجة و عوز نعم فإن هذا لا يعين على الخروج من أمثال هذه الأزمات بل الذي يعين هو أن يتكاتف الجميع و أن يظهروا التعاطفة و التعاونة و التراحمة كما وصف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مجتمع المسلمين بقوله ترى المؤمنين في تعاطفهم و تراحمهم و توادهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر نعم و نحن حينما ننظر في مقاصد الشريعة من بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال نجد ما لا يترك مجالا للشك أن هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال فرضا كانت أو نفلا مندوبا إليه تؤدي إلى تدوير المال و إلى عدم تكديس الثروات بأيدي قلة من الناس يتحكمون في حركة الاقتصاد كما أنها تعود على أرباب الأموال أيضا بالتزكية و التطهير و على أموالهم بالنماء لذلك يقول ربنا تبارك و تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و يقول يمحق الله الربى و يربى الصدقات و يقول في شأن توزيع الغنائم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فكيف تخفى عليهم أمثال هذه المعاني التي جعلها الله تبارك و تعالى أسبابا واضحة في نماء المال و في بركته و في تدويره بين أبناء المجتمع ليعود عليهم بعد ذلك أرباحا مضاعفة و يعود عليهم بالنفع لبني أوطانهم و مجتمعاتهم و رسولنا صلى الله عليه و آله و سلم يقول في وصف المؤمنين و هم يد على من سواهم فإزاء هذه الابتلاءات التي يبتلى بها الناس جميعا و منهم المسلمون فالواجب أن نكون يدا واحدة نواجه هذا البلاء حتى يحقق لنا ربنا تبارك و تعالى دفع عظيم الضرر و تفريج هذا الكرب و تيسير هذا الضيق الذي تمر به المجتمعات و الأوطان فليس السبيل في تسريح العاملين و في التخلص منهم هذا سيعود بأبرار بالغة على هذه المؤسسات و على المجتمع و على الوطن بآثار سلبية بالغة و إنما لا بد من التصالح و التفاهم من كل الأطراف من أرباب الأعمال و من العمال أيضا فيمكن أن يكون هناك و المبدأ العادل الذي أكدته مرارا هو أن يكون هناك قدر من الاتفاق على أن يكون الإنقاص من الأجر بقدر ما نقص من عمل إن لم يمكن لهذه المؤسسات أن تحافظ على إنتاجها بعبر الوسائل الجديدة و ما أتيح من تقنيات معاصرة و هذا لما قلت بأن هناك خللا فإن عددا من الشركات الكبرى في مختلف أنحاء العالم لا سيما في قطاعات الاتصالات و الطاقة و القطاعات البنية التحتية و في ما يتعلق باللوجستيات أيضا هذه القطاعات تمكنت من إدارة أعمالها عن بعد نعم صحيح فكيف تريد المؤسسة التي لم تأخذ بهذه التقنيات و لم تطور من نفسها أن تضحي بالعاملين فيها و هي لم تؤهلهم و لم ترشدهم و لم تطلب منهم أصلا أن لم تجربهم في هذا المجال و أنا على ثقة أن العمانية حينما يعطى الفرصة فإنه يثبت جدارة و كفاءة عالية و يتقن عمله و هو يرجو أن يسند إليه العمل في أي مجال كان و لذلك إذا قارننا أيضا عددا من مجالات القطاع الخاص بالقطاعات الحكومية سنجد أن أمثال تلك الأعمال التي يؤديها القطاع الخاص حينما توجد في القطاع الحكومي فإن فيها عمانيون فإن فيها عمانيين بالكامل كما يقال بنسبة تعمين كاملة نعم صحيح فكيف نجحوا في الجانب الحكومي إداريا كان أو عسكريا أو غير ذلك و لم تتح لهم الفرصة في القطاع الخاص فإذا الكلمة هنا هي ما تقدم من ضرورة مراعاة المصلحة العامة و الوقوف مع الضعفاء و مع المتضررين الوقوف مع العمال و الموظفين و إتاحة الفرص لهم و تهيئتهم و تأهيلهم مع إصلاح الخلل الإداري الذي أدى إلى مثل هذه النتائج و لا بد من مراعاة ما يتعلق بتنفيذ سياسات التعمين من الخطط و البرامج الموضوعة لذلك حتى تتاح الفرصة في المقام الأول لأبناء هذا الوطن العزيز فمن غير المقبول أن تكون بعض المؤسسات لا زالت إلى الآن حتى في ظل هذه الأزمات بحاجة إلى جلب عمالة من خارج البلاد و هم في الوقت نفسه يسرحون و هذه حالات نقرأ عنها و نراها و نشاهدها فهذه القرارات المتعلقة بالتسريح و التضييق على الموظفين و العمال و اللجوء إلى مثل هذه القرارات فيها قدر من التعسف في استعمال الحق إن لم يكن فيها ظلم و بغي و عدوان بكل وضوح و الله تعالى المستعان إذن بعد هذه الكلمة التي أردناها أن تكون تلبية لرغبة المسرحين و طمعهم في أن تكون لكم كلمة نخرج بفاصل إن شاء الله و تعالى عزائنا الكرام فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله مرحبا بكم و عزائنا الكرام مرة أخرى في حلقة جعلناها خاصة بالأسئلة الواردة منكم و نذكر بأننا قبل الفاصل تحدثنا عن ثلاثة مواضيع عن استقبال رمضان في ظل هذه الجائحة عن طمع الناس في أن ينالوا أجر تفطير صائم و كيف تتحول أموالهم إلى عمال بر أخرى و عن المسرحين من العمل و كيف أن الإسلام يضمن لهم حقهم و يوجه أصحاب العقود أو يوجه القائمين على هذه الأعمال أو أصحاب الشركات أن يتقوا الله و أن يحترموا هذه القدرات العمانية الراقية القادرة على العمل و راجعوا ذلك ستجدون تفاصيله إن شاء الله تعالى قدرت الشيخ ننتقل الآن إلى التفسير نعم و أحد الإخوة يسأل يقول في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهو لماذا الويل للمصلين و لكنهم في نفس الوقت مراؤون و بخلاء و ماذا تعني الساهي عن الصلاة و مع ذلك هو أيضا من المصلين نعم أولا لنبين معنى حرف الجر عن الذي أشكل على السائل فعن يدل على التجاوز فلما يقال سهى عن صلاته أي أنه تجاوز عن صلاته في القرآن الكريم نجد ربنا تبارك و تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره نعم أن تصيبهم فتنة يخالفون عن أمره أي يخالفون أمره يتجاوزون أمره هذا معنى التجاوز أو المجاوزة أن عن من أوائل ما تدل عليه هو المجاوزة أو التجاوز بهذا نفهم أن المصلين هنا موصوفون وصف تقييد فويل للمصلين من هم هؤلاء المصلون الذين دعي عليهم بالويل الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا الوصف وصف تقييد أي أنه يقيد صفة هؤلاء المصلين فهذا الويل ليس لكل مصلين وإنما هو لصنف مخصوص مقيد بوصف مخصوص و هو الذين هم عن صلاتهم ساهون أي أنهم يتجاوزون عن صلاتهم اجتماع هذه الأوصاف من المرآة والنفاق و من الشح و البخل مع ما تقدم أيضا في مطلع السورة من التكذيب بالدين و من العنف من دعي اليتيم هذا على سبيل التبكيت لهؤلاء المعاتبين في هذه السورة بذكر أسوأ خلالهم التي تحلوا بها وارتبطت بهم و اختلف هل السورة كلها سورة المعون أو سورة أرأيت هل كلها مكية نعم أو أن صدرها مكي و الثلاث الآيات الأخيرة مدنية و هذا قول شهير عن ابن عباس و أخذ به طائفة من التابعين و من المفسرين على اعتبار فرض الصلاة لاحقا أن الآية أن السورة من قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم و لا يحض على طعام المسكين إلى هنا أنها مكية نعم و أنها من قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون و يمنعون المعون أنها مدنية نعم على هذا القول أن صدرها مكي و باقيها مدني لا إشكال لأن هذا الجزء يتعلق بالمنافقين نعم فهذه الصفات المذكورة هنا في النصف الأخير وصف بها المنافقون في المدينة المنورة و هذا الوصف موجود في كتاب الله عز وجل و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا نعم و ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في وصف صلاة المنافقين فلا إشكال حينئذ لأن هؤلاء من المنافقين الذين أظهروا في ظاهر الأمر أظهروا الإيمان و في حقيقة الأمر هم مشركون أي على غير الإيمان و لذلك فإنهم يأتون ببعض الأعمال الظاهرة أعمال الديني نعم الظاهرة و على القول بأن السورة كلها مكي فإن المقصود أيضا النكاية بهم إذ إن منهم من كان يدعي أنه يصلي على ما ورثه من آبائه الجاهليين و لذلك نجد في كتاب الله عز و جل أن الله تعالى وصف ما كانت عليه صلاة المشركين قال وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً قال سماها صلاة قال وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ سماها صلاة فهذا الذي يدعونهم أنها صلاة في حقيقة الأمر حتى بدعواهم غير محافظين عليه و لا ملتزمين به هذا هو التأنيب و الوعيد الذي يحاسبهم به ربنا تبارك و تعالى في هذه السورة و لذلك يقول فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ بأي سورة هم يزعمون أنهم يصلون لكنهم حتى بتلك السورة التي يدعونها هم عن صلاتهم ساهون و الخلاصة أن الآية تشمل كل هذه الصور فهي تصلح للمشركين الذين يكذبون بالدين كما هو في صدر السورة و تصلح للمنافقين و تصلح لكل المتهاونين عن أداء صلوات و هذا من خصال النفاق لا ريب هل يشكل على ذلك أن تجتمع فيهم بعض الصف أن تجتمع فيهم خصال لا يشكل على ذلك لا سيما و أن هذه أن خصال السوء هذه حينما يتدلى فيها الإنسان فإنها تجتمع عليه و إذا ترقى عنها فإنه يتخلص منها و إذا به يتحلى بالكمالات و الفضائل فإن الآية و إن كانت وردت في ذكر المثالب و العيوب فإنها في المقابل يفهم منها ما يتحلى به من كان صادق الإيمان موصولا بالله تبارك و تعالى و لذلك فهذا الذي فهمه أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فإنهم كانوا حريصين على أداء المعون و على الرفق باليتيم و على حفظ الصلاة في أوقاتها و على الحظ على طعام المسكين فهموا من معاتبة الله تبارك و تعالى لهؤلاء المشركين و المنافقين و المعاندين فهموا أن المطلوب منهم أن يتحلوا بعكس خصال السوء هذه المذكورة في هذه السورة الكريمة و الله تعالى أعلم إذن عن تُعطي شمولا أكثر عن في في تقتصر على صنف واحد في تدل على المحل فإما أن يقال حينما يقال سهى في صلاته أي كان سهوه في الصلاة أما حينما نقول سهى عن الصلاة فما معنى السهو أيضا السهو معناه الغفلة و الترك و في الاستعمال القرآني التي تكون عن عمد و قصد فحينما نقول مثلا السهو مثل النسيان نسوا الله فنسيهم أي أنهم تركوا و أعرضوا عما أمرهم الله تبارك و تعالى به فقابلهم عاقبهم الله تبارك و تعالى بالإعراض عنهم نعم فساهون أي أنهم غافلون تاركون عن تاركون للصلاة عن الصلاة أي أنهم متجاوزون تاركون متجاوزون عن أداء هذه الصلوات و لذلك نجد في القرآن الكريم أن ربنا تبارك و تعالى حينما يأمر بالصلاة فإنه في أغلب الأحوال يأمر بإقامة الصلاة حينما يأمر بالزكاة يأمر بإيتاء الزكاة حينما يصف المؤمنين يصفهم بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و نعم ورد في مواضع في وصف الصلاة مضافة إلى المؤمنين و الذين هم على صلاتهم يحافظون و الذين هم في صلاتهم خاشعون فالصلاة أضيفت إليهم هذا سياق ثناء هذا السياق أضيفت الصلاة إليهم قال الذين هم عن صلاتهم ساهون السياق سياق توبيخ و ذم و تبكيت عندنا آية أخرى نريد لها تفسيرا لكن نفصل بسؤال آخر نظرا لأنه مرتبط أيضا بكلام تحدثتم عنه سابقا فيما يتعلق باللقاحات وضحتم طبعا بأنه يمكن للصائم أن يأخذ اللقاح في نهار رمضان و تحدثتم عن المكونات و حكمها الشرعي لكن الأخ كريم يطرح سؤال آخر يتعلق باللقاح معين يقول نريد التأكد من مشروعية استخدام لقاح جونسون أن جونسون المقرر وصوله إلى السلطنة و بقية اللقاحات حيث إن بعض طوائف المسيحيين في أمريكا حذروا منه لدخول أنسقة أجنة مقتولة في صنعة و قيل بأن الشركة بيّنت الاستخدام بيّنت أن الاستخدام كان لشيء له علاقة بالأجنة نريد منكم توضيحا و حكما شرعي في هذا الموضوع الجواب أن الفتوى في مثل هذه القضايا لا تبنى على قيل و قيل أحسنتم و لا نأخذ أيضا ما يتعلق بديننا مما يراه غيرنا لا سيّما إذا كنا نعلم أيضا أن طائفة من مثل هذه الكنائس لا تأخذ بالعلم أصلا ديننا دين علم و دين نظر و فكر و عقل ليس هو دين عواطف جوفاء لا علاقة لها بحقائق العلم و بما يصل إليه العقل الإنساني و بما هو في صلاح البشرية هذه مسألة يجب أن تفهم لأن بعض جماهير المسلمين اليوم يظن حينما يتحدث عن العالم الغربي نعم أنه يتحدث أنه يستند إلى علم و ثقافة و معرفة و هذا غير صحيح لا زالت الكثير من الكنائس عندهم تعيش في عصور الظلام و الجهل و تعادي العلم و تعادي الإنتاج البشرية العلمية و التقني لا زال هذا الوضع قائما نعم إن كان بعض المسلمين لا يعرفه فذلك إنما هو من جهلهم و من إكبارهم للغرب من أمراض نفسية و قلبية تعتري نفوسهم و قلوبهم تجد ذلك هل الأرض مسطحة أو ليست مسطح الكثير من نظريات بل أغلب نظريات المؤامرة حتى تلك المتعلقة بحقائق علمية واضحة أو ما كان منها أيضا مستندا إلى خرافات و أساطير لم تكن موجودة عند المسلمين ولا في تراثهم و تاريخهم مصدرها و منبعها إنما هو هذا العالم الغربي فهو أيضا مليء بهذه الخرافات و الأساطير و بالإيمان بنظريات المؤامرة و لا يقتصرون على مجرد التبني الفكري و الثقافي لها بل إنهم يصلون إلى حد العنف و الوحشية في التعامل مع الآخر و لذلك فحينما نجد في مثل هذه المسألة على سبيل المثال أن بعض الكنائس هذا ليس مما يمكن أن يدفعنا نحن إلى أيضا أن نقلد أو أن نعتد بمثل هذا الاعتبار هذا باختصار شديد لا اعتبار له أبدا سننظر في المادة العلمية التي تقررها المؤسسات العلمية الموثوق بها و تدرس كل هذه التفاصيل و ينظر في الأحوال التي يحتاج إليها لهذا الدواء أو لذلك اللقاح ثم بعد ذلك تكون الفتوى الشرعية استنادا طبعا هذا من حيث كما يقال تحقيق المناط لكن الاستناد فيه إلى الأدلة الشرعية التي تدعو كل عالم أو مفت أو مجتهد إلى النظر في هذه الوقائع بأسس علمية سليمة و بتتبع لها في مضانها و بسؤال أهل الاختصاص بسؤال أهل الذكر فيها ثم بعد ذلك يكون الجواب لا يظن النظان أن الفتوى الشرعية يمكن أن تصدر إن صدرت من أهلها أن تصدر هكذا اعتباطا أو كما تقدم تقليدا لبعض المؤسسات التي يمكن أن تقول بأنها مؤسسات دينية أو طوائف دينية أو غير ذلك لا بل الواجب اليوم الحذر الشديد من مثل هذه المعلومات و مما ينبغي التنبؤ له أيضا هو أن هؤلاء قد يأتون قد يقتطعون و يكتزئون مقاطع من هنا و هناك توهم المتلقي أنهم يستندون إلى شيء و في الحقيقة أن تلك المقاطع مرئية أو صوتية كانت أو حتى لو كانت نصوصا مكتوبة ما هي إلا تلفيق و هذا التلفيق أريد توجيهه إلى نتيجة معينة لكنه في الحقيقة بعيد كل البعد عن الصحة و الصواب و الله تعالى أعلم بما أنكم أثرتم هذا الموضوع فضلت الشيخ نريد أن نسأل عن مشروعية نداءات محينة تحدث في أوساط الجماهير المسلمة يتصورون معها أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى و الإبتزام بالعبادات في أماكنها المخصصة مضنة ارتفاع هذه الأمراض و الإبتلاءات لأن المؤمن في أصله عندما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يرفع عنه البلاء فلماذا إذن يصيبه قصور في الوصول إلى أماكن العبادة أو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أليس ذلك هو السبب الرئيس في رفع هذه الأمراض ما رأيكم في هذا التصور أما أن يكون فيما يتعلق بأن الضراعة إلى الله عز وجل و اللجوء إليه لجوء إيقان و تبتل و خشوع و تذلل أنه مضنة لرفع كل بلاء فهذا لا خلاف عليه و هذا مما لا ينبغي أن يرتاب فيه مسلم فإن عقيدته تدفعه إلى ذلك فإن الله عز وجل هو مسبب الأسباب هو الذي ينزل الداء و هو وحده جل وعلا الذي يرفعه و على العبد أن يكون حريصا على اللجوء إلى من بيده كل شيء و أن يأخذ بالأسباب التي تجعله مضنة لإجابة الدعاء فردا و جماعة و أمة لكن أن يحصر ذلك في أماكن دون فقه فهذا غير صحيح فلو أعملنا نحن فقط قياساتنا فيما يتعلق بالعبادات نفسها و الصلوات كيف يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم على بعد مرمى حجر في أيام التشريق من الكعبة المشرفة و لكنه لا يصلي إلا في وادي ميناء لو كان الأمر قياسا لا كان القياس مفضيا إلى أن يقال بأن صلاة بمئة ألف صلاة خير من أن يصليها في موضع آخر و لذلك قال أهل العلم بأن الصلاة أيام التشريق في ميناء خير من الصلاة في المسجد الحرام كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه و سلم الأعياد التي هي شعار المسلمين و تأتي عقب عبادات جليلة أو في مواسم العبادات العظيمة الجليلة صلاة عيد الفطر و عيد الأبحى يصليها في الجبان و المصليات و لا يصليها حينما يكون في موسم الحج لم يصليها في المسجد الحرام و لم يصليها لأنه كان حاجا و حينما يكون في المدينة المنورة فإنه لم يصليها في مسجده الشريف و إنما يصليها في المصليات و الجبان فليس الأمر منوطا بهذه القياسات هذا دين و دين الله تبارك و تعالى هو الذي أنزله علينا و هو الذي علمنا إياه في كتابه سبحانه و تعالى و على لسان رسوله صلى الله عليه و آله و سلم الآن لنأتي إلى ما في كتاب الله تعالى فالله عز و جل يقول و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و يقول و لا تقتلوا أنفسكم و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد حينما تعتري الناس أحوال أيسر من هذه من الطواعين و الأوبئة من نحو شدة مطر أو شديد ريح و ذكر الفقهاء قياسا على ذلك العواصف و الثلوج فإنه عليه الصلاة و السلام يأمر المؤذن أن يقول ألا صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم هو عليه الصلاة و السلام يأمر من لم يأتي إلى المسجد أن ينادى له بهذا النداء هو بنفسه لما لم يقل هؤلاء لا سنذهب رغم ذلك إلى المسجد لأنه أقرب إلى أن ترتفع عنا هذه الأحوال هل حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و من صحبه الكرام و حينما بيّن أن من أسباب التخلف عن الجماع الخوف و المرض من الذي قال ذلك إنما قاله من هو مسدد بالوحي من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فلا مكان يمكن أن يحصر فيه الذكر و الدعاء و التوجه إلى الله عز و جل لأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول أيضا جعلت لي الأرض مسجدا فهناك أحوال خاصة و ظروف معينة لا بد أن يأخذ فيها المسلمون بما هو واسع لهم في دينهم فالعبرة بصدق توجه القلوب و بتخلص هذه النفوس من أدوائها و عيوبها على مستوى الفرد و المجتمع من إقامة شعائر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من مراجعة النفس و محاسبتها مع الأخذ بالأسباب الوقائية و الأسباب العلاجية التي تقي من انتشار هذه الأوبئة فحينما نتجه مثل هذه الوجهة فإننا نكون قد أخذنا بطرف الحبل و طرفه الآخر بيد ربنا تبارك و تعالى الذي يتكفل لنا بالنتائج لكن حينئذ لن نكون قد تسببنا في الإضرار بأخ أو قريب أو جار لأننا لم نفهم ديننا و لم نفقه سعة شريعتنا لم نتسبب في انتشار هذه العدوى و جثوم هذا الوباء علينا مدة تضيق معها صدورنا لأننا نكون حينئذ قد أخذنا بالأسباب لكن الذي يحصل للأسف الشديد أن الناس إما لضعف فقه و إما لأغراض أخرى فإنهم لأغراض دنيوية و مصالح في نفوسهم فإنك تجد أنهم يخطئون الاتجاه لا جدال في ما يجده المسلمون الصادقون الأصفياء من أشواق عظيمة للعودة إلى بيوت الله عز وجل و هذا في حد ذاته مما يؤجر عليه المسلم و يثاب نية المؤمن خير من عمله و هو بنيته هذه حينما يكون مخلصا لربه تبارك و تعالى لأدلة في القرآن الكريم و في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ينال ثواب ذلك العمل الذي فاته أما أن يكون ذلك أما حينما يكون ذلك كما قلت غير مستند أي أن هذه الأشواق و هذه المشاعر لا تستند إلى فقه صحيح فإنها حينئذ يمكن أن تقود المسلم إلى الوقوع في الخطأ و هذا ما نفهمه أيضا حينما يقول ربنا تبارك و تعالى و أعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لأصابكم العنت المشقة و الحرج و الضيق و هو رسول الله صلى الله عليه و سلم حينما قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فلما أجاب سأله أحدهم قال أفي كل عام يا رسول الله تمعر وجهه عليه الصلاة و السلام و غضب قال لو قلت نعم لوجب عليكم فما استطعتم فهذا هو هدي هذا الدين هدي قاصد راشد معتدل ينبغي لنا أن نفقهه و أن نفهمه فعدم تمكننا من الوصول إلى بيوت الله عز و جل لا ينفي أننا سنظل داعين متبتلين متوجهين إلى الله تبارك و تعالى غدوة و عشية سائلين له أن يسر أحوالنا و أن يرفع عنا الضر و أن يزيل هذا البلاء عن البلاد و العباد حيثما كنا و في كل وقت سنلح على الله تبارك و تعالى و سنأخذ بهذه الأسباب و سنحمل أنفسنا على سعة شريعتنا و على ما فيها من قصد و اعتدال و الله مستعانا أذكر أنكم أعطيتموني إشارة رائعة في تفسيركم لقوله تعالى و أعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم استفدتم منها في بعض مقالاتي و لكن سأعود لسؤالكم عنها إن شاء الله و تعالى في رمضان شكرا لكم فضيل الشيخ عزائنا نشكر و إياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن مهان خروصي و مساعد مفتي العام للسلطنة نشكركم أيضا على حسن متابعتكم و ضمت هذه الحلقة مجموعة رائعة من الأسئلة التي نحتاج إليها جميعا في حياتنا فيما يتعلق بالأخذ عن الآخر عندما يتحدث في شؤون دينية فيما يتعلق بالعاطفة الإيمانية التي تطمع أن يرفع الله و تعالى عنها المرض و إنما ربما لا تفهموا الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك أو لا تتصورها بطريقة صحيحة لنقل نعود لنلقاكم إن شاء الله و تعالى في شهر رمضان المبارك الذي نهني أنفسنا و أنفسكم به بعد نشرة أخبار الخامسة في كل يوم بإذن الله تعالى و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة